جمعية الكشافة الكويتية جمعية الكشافة الكويتية لدعم الحركة الكشفية العربية وهذا شيء مشهود عليه منذ أبد الآبدين وحرصها على تنمية وتطوير القدرات والمهارات القيادية للشباب العربي وللحديث أكثر حول الهدف والأهمية من إطلاق هذا البرنامج التدريبي يسعدنا أن يكون معانا في الأستيديو الأستاذ المربي الفاضل العزيز الغالي العرباوي الأستاذ حسين المغصيد نائب رئيس جمعية الكشافة الكويتية حياك الله معانا منورنا وشرفنا أستاذي حياكم والله أنا سعيد جدا في هذا اللقاء وصباح الخير يا كويت وباسم طبعا رئيس وعضاء جمعية الكشافة الكويتية يعني نوصل تحياتنا لوزارة الإعلام والتلفزيون الكويت على هذا البرنامج المميز اللي رح نتكلم عنه الآن باسهاب عن الدورة الاستراتيجية رح تصير إن شاء الله بعد بكرة الثلاثة والأربعة والخميس إن شاء الله حياك الله معانا أستاذ يعني ودنا نعرف أكثر عن هذه الدورة والبرنامج التدريبي المتخصص في القيادة الاستراتيجية اللي تنظم أكيد الجمعية ما الله يشوفي يعني اختي للأمانة مكوني أنا يعني من الكويت وجمعية الكشافة الكويتية جمعيتنا ما شاء الله مميزة جدا بأداء العديد من البرامج واللقاءات والمعسكرات والندوات على مدار السنة يعني الآن نحن من عمر المجلس الحالي ثلاث سنوات ما أخلص نخلص إن شاء الله على مارس 25 يعني الجمعية برئاسة الدكتور عبدالله طريجي قمنا بالعديد من المشاركات على مستوى العالم العربي فطبعا نحن خلال الفترة القادمة رح نعمل دراسة الاستراتيجية هذه مهمة جدا لحياة القادة الكشافة ورح يقوم في التدريب والتدريس في هذه الدراسة ثلاثة أيام الدكتور بدر مال الله والدكتور العزيز التركي والدكتور عبدالله طريجي اللي هو رئيس جمعية الكشافة الكويتية لأنه في استفادة كبيرة لهذه الدراسة للقادة لأننا عندنا ما شاء الله على مستوى العالم العربي أو البطن العربي كثير من القادة اللي هم مميزين جدا في أداء الحركة الكشفية وتطوير القادة لازم يكون أيضا ملم ومتطور الحركة الكشفية والحركة الكشفية العربية والعالمية الحركة الكشفية العالمية تم تأسيسه عام 1907 بادن باول الإنجليزي هو المؤسس للحركة الكشفية العالمية وعلى طبعا نحن مستوى الكويت يعني 1936 في شخص اسمه محمد المغربي هو مؤسس للحركة الكشفية بدولة الكويت في بالتالي الدورات والدورات التدريبية واللي راح تقمناها واللي راح تقام يعني جدا مميزة الدورة اللي راح تقام لخلال الفترة الهائية ورح يحضرونها ممكن حوالي 15 دولة شبارك شبارك لو تبون يعني أذكر لكم أسماء الدول ما شاء الله يعني عندنا الأرض المارات البحرية السعودية السودان العراق الكويت اليمن تونس سلطنة عمان قطر لبنان ليبيا مصر موريثانيا حوالي 15 دولة عربية بدول وصول وإحنا دائما عندنا لجان الاستقبال وأيضا نودع القادة اللي يائين اللي راح إن شاء الله يستفيدون وطبعا الجنسين ذكور وناثع دائما يحضرون وسكنهم ما شاء الله عندنا في مقر جمعية الكشافة الكويتية يعني إحنا عندنا سكن مميز بالدور الخامس والسادس للقادة اللي راح يحضرون هذه الدراسات إن شاء الله راح تكون مفيدة ورح يستفيد منها يعني مجموعة كبيرة وأكبر دليل يعني أخي هاشم واختي حضور خمستعش دولة عربية يعني عدد الليبيون حوالي أربعين من القادة المميزين في الدول العربية ودائما أنهم يعني لما يسمعون الكويت يعني يسعون دائما الدول العربية الصديقة يتسابقون على قولتك ويون يحضرون يعني يشوفون هذا التنظيم يعني قبل أن أقول عن الدولة يشوفون التنظيم والإعداد يعني مميزين ما شاء الله صحيح الدكتور عبدالله طريجي والزملاء أعظام السدارة دائما يعني يحاولون قد ما يقدرون يعني إحنا نقاعدين نسخر وقتنا وعشان الدراسات هذه تنجح إن شاء الله أساكم على القوة أساكم على القوة يمكن هذا السؤال اللي بغيت أسألك يا أستاذ حسين شلون تتم العملية التنظيمية لهذه خلنا نقول اللقاءات المؤتمرات وغيرها من هذه الأمور يعني تجمعون فيها هذا الكمل هالتبارك الله من الدول طبعا الحركة الكشفية الأم وين مقارها؟ بمصر صحيح منظمة الكشفية العربية للهيئة المتحدة وين؟ بنيويورك بنيويورك احنا المنظمة الكشفية العربية موجودة مقارها في مصر من ورئيسها يعني لنا الشرف الدكتور عبدالله طريجي يعني ممكن أول كويتي يكون رئيس المنظمة الكشفية العربية هو الدكتور عبدالله طريجي طبعا لام جميع الدول العربية وجددوا له ما معناته؟ هذا الإنسان قادر ويعمل ونشيط ما شاء الله عليه مع زملاء مجلس إدارة المنظمة الكشفية وبالتالي الجمعيات العربية تطلب دورات ندوات معسكرات يعني احنا ما شاء الله ننظمنا الكثير من الدورات والفعاليات اللي قاعدة تصير على مدار السنة فهذه الدراسات احنا طلبناها صراحة أنها تصير بدولة الكويت أن يعني يستفيدون كم كبير من القادة من خارج البلاد وأيضا يعني قادتنا بالكويت أيضا مجموعة من القادة يعني العدد رح يحظر ممكن أربعين خمسة واربعين دكور وإناث لهذه الدورة رح تكون مكثفة لثلاثة أيام يعني الأخوان اللي هم الشكر مرة ثاني عبر تلفزيون دولة الكويت دكتور بدر مال الله والدكتور عبي عزيز التركي والدكتور أيضا عبدالله طريجي رئيس الجمعية أيضا رح يكون من المحاضرين يعني فدراسات هذه يعني جميع الدول العربية تطلب وبالتالي المنظمة الكشفية حسب الأجندة مالتا وهذا يختارون الدول اللي يتم إعداد لها واستعداد لها وإحنا عندنا مناسبات ياية على فكرة قبل لا تنتهي دورتنا مدتنا في تقريبا مارس 25 عندنا أيضا مناسبات إن شاء الله ياية قريبا إن شاء الله أكيد أستاذ حسين يعني جمعية الكشافة الكويتية تاريخ كبير وأكيد قدمت العديد من الفعاليات والأنشطة التدريبية والبرامج التدريبية لكن نحن نريد أن نسألك أستاذ حسين يعني عن هذا البرنامج شنو السبب الأهم اللي خلاكم تطلقون مثل هذا البرامج والشكل ما تفضلت يعني جمعية الكشافة الكويتية حريصة دائما على الجديد فطبعا العالم المعرفة وعالم التكنولوجيا وعالم الاستراتيجية وعالم المفاهيم يوم عن يوم يعني في تطور وما شاء الله نستفيد من الدكاترة الثلاثة اللي رح يحاضرون عن يعني شنو الدور القائد القائد العربي في تطوير نفسه أو تطوير الحركة الكشفية سواء في المدارس أو في المنظمات الكشفية العربية في يوم عن يوم يعني الحركة الكشفية قاعدة تطورا اسوة في باجل تتغير باجل يعني المتغيرات اللي تصير في العالم ككل يعني صح فالحركة الكشفية شكل ما أنا قلت قبل شوي 1907 اللي هو أساسة بادن باول في يوم عن يوم يعني الحركة ما شاء الله قاعدة تطور وانتوا لو تطلعون على المجلة اللي بيتكم أنا يبتلكم أنا النسخة فجمعية الكشافة الكويتية كثرة تشهر أربع تشهر تصدر هذه المجلة يعني قيمة معنوية وقيمة المادة أيضاً الموجودة داخل أنا لا أقصد المادة للفلوس أقصد المادة المادة المعرفية عمي بو أحمد المحتوى المادة المعرفية المحتوى المادة المحتويات اللي موجودة هاي عبارة عن أنشطة عملتها الجمعية الكشافة الكويتية على مدار مثلاً عام عشرين أربع وعشرين من كثير من اللقاءات والأنشطة فأني على الدورة هذه الاستراتيجية التي ستحدث إن شاء الله بعد شم يوم يعني القيادة الاستراتيجية يعني ما في شك لما داما الحكومات شي نضرون لما أول وزارة تشكل شي يبوني يبوني الاستراتيجية للحكومة صحيح نحن على مستوى الحكومة نأخذنا لنما نوصل للكشافة فالاستراتيجية مهمة جدا في حياة الشعوب سواء على مستوى الدول يعني حكومات أو على مستوى المنظمات فمبالج ومبالج خيهاش أن الحركة الكشفية أيضا لها استراتيجية لها تطوير لها القانش كما قلت القادة أيضا لهم العلاقة في الحركة الكشفية الأولاد لأن دولة الكويت صراحة وزارة التربية لهم الشكر والتقدير سنويا ينظمون المخيم الكشفي أنت شاركت فيه مرة أعتقد واحد من القادة خانقك ما أدري من هو والله يزينة شانزين كل القادة نفس هذا القاد الله يحفظ لك طول عمود وحمد فوزارة التربية دولة الكويت يعني الله يحفظ سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجاور الصباح فأمرانا حريصين على التنمية الإنسان الكويتي فما بالك في الحركة الكشفية فأمرانا يعني من ممكن على أيام الشيخ عبد الله سالم وقبل الشيوخ والأمراء والشيخ يابر والشيخ صباح رحمة الله عليهم رحمة الله عليهم وشيخ نواف والله يحفظ الشيخ مشعل دائما يهتمون بالحركة الكشفية لأنهم قادر أنا أقول لك مثال أخي هاشم يعني أن معظم القادة على مستوى العالم ترى تسعيب المئة منهم إذا ما أقول ثمانين تسعيب المئة منهم كانوا بالحركة الكشفية أنت ما شاء الله الآن أعتبرك قائد يعني الله يحفظك لأنك كنت بالحركة الكشفية الآن قائد معلامي أنا أعتبرك ما شاء الله والكثيرين اللي بالحركة الكشفية كانوا يوم الأيام قادة الآن فيهم مزرة فيهم مسؤولين فيهم معلاميين فالحركة الكشفية تنمي كل شيء بالإنسان وتسقل في حصولية شون يعتمد على نفسه صحيح فدراسة هذه أرجع لها أنا راح أتنمي القادة الاستراتيجية المهمة في الحركة الكشفية على مدار أنا ما بي أحرق المحاضرات اللي راح يقولونها ديكاتر خلال الفترة لأن ما شاء الله عندهم يعني ملزمات ثلاثة من دول أنا يا يايب ملزمة واحدة ملزمة واحدة عندي ثلاثة أنا غير دول أو اثنين غير دول ما شاء الله راح تكون محاضرات مكثفة مكثفة يعني يوميا يعني الثلاثة والأربعة والخميس ومرة ثانية وثالثة ورابعة أنا أشكرهم عبر تلفزيون الدكتور بدرمال والدكتور عبدالله طريجي فلهم دور مميز إن شاء الله في إنجاح هذا أنا ودي تلفزيون الكويت أيضا يغطون هذه الدراسات لأن دراسات مميزة راح يستفيدون منها كم هائل من أخواننا على مستوى خارج الكويت وداخل الكويت إن شاء الله بإذن الله ساد حسين يمكن طرع على بالي سؤال والشيء بالشيء يذكر الأجيال تختلف وكل جيل يختلف عن غيرها الحركة الكشفية علمتنا الاعتماد على النفس علمتنا الصبر علمتنا شلون نكون ناس انتوالم مع البيئة المحيطة وانتعايش في البيئة المحيطة واصقلت من شخصياتنا نأتي إلى الجيل الحالي ولا قصورا فيه لكن الجيل الحالي متعلق تعلق كامل بالتكنولوجيا متعلق كامل عينة بالتلفون بالآيباد بالكمبيوتر وغيرها من هذه الأمور هل صار في هناك تراجع للحركة الكشفية هل نحتاج أن نرد نغرس هذه الروح في أبنائنا عشان يوخرون على الأشياء المزعجة هذه والتكنولوجيا المزعجة شوفوا أخي هاشم فعلا أننا الآن مثلا وزارة التربية ونعاني الآن من عزوف بعض الأولاد عن الحركة الكشفية عبارة عن خمس مراحل اللي هم الأشبال والفتيان والكشافة والجوال والرواد الله يطول بعمالهم الرواد نحن عندنا ترى أننا الكشافة جمعية مهتمين بجميع المراحل الخمس صحيح هذا شيء يشهد لكم فأنا أحمل أولياء الأمور صراحة أنهم يمكن ساعدون عيالهم على العزوف والانخراط بالحركة الكشفية سواء بالأشبال أو الفتيان أو الكشافة أو الجوال للأسف يعني السوشال ميديا مأثر كبير كثير على أولادنا في اليوم اللي ابتعاد عن الحركة الكشفية وأنا كنت ألاحظة أيضا أن وزارة التربية لمخيمات الكشفية أحظر دائما أحرص أني أحظر سواء كتب الجمعية الكشافة أو أحرص لأنك كنت يوم الأيام أحد القادة في المخيمات الكشفية فدائما يعني أنا 73 كنت قائد الشيء اسم الكشافة في ثنوية الجاهض مثلا يعني كنت أحب الحركة الكشفية فأقول لك فعلا سؤالك هذا مهم جدا وأنا أحمل أولياء الأمور يا ري تسمعوني الآن أن أولياء الأمور هم المسؤولين عن عزوف وعيالهم سواء بالأشبال أو الكشافة عن الحركة الكشفية والحركة الكشفية مهمة جدا على الأقل يبعدهم من روحة المولات ما المولات والشياء الثاني اللي ما لها يعني داعي أن نذكرها فودنا لما أي حراء الولدية حق الحركة الكشفية ينخرط في حركة يعني ذهنية حركة فيها قيادة فيها اعتماد عن الناس فيها صبر فيها أشياء كثيرة نتدري يعني لو تقول واحدة من الأشياء اللي ما قلتها أنا حسب خبرتك السابقة فيها اعتماد على الناس فيها صبر نزين فيها الانضباط فيها الالتزام كل الأشياء هذه نمت طلعت لنا الله يحفظك طلعت لنا إعلامي مميز لكن أنا خاف منك أنت كنت زافني بالمخيم الكشف لأنك كنت سيطان لا تعد الله لا بس أحد الله يحفظك فأقول لك الحركة الكشفية مهمة جدا في حياة الشعوب أنا لما أطلع برا أشوف مثلا خاصة دول عربية في ليبيا تونس المغرب يهتمون وايد بالحركة الكشفية يبون عيالهم أنهم سواء الأم أو يبون عيالهم من خراض والأشبال أو الكشف فهنا عندنا العكس صراحة للأسف أنا أتمنى يكون وعي أنا ما ألوم الوزارة التربية ما عليهم تكسير لهم كل الشكر والتقدير الواحد يخوى لهم القنبعة وزارة التربية صراحة بس لا أنا ألوم أولياء الأمور يمكن هم سبب عزوف عيالهم عن الحركة الكشفية فالاستراتيجية اللي رح تكلمون عنها الدكاترا رح يطرقون للمواضيع كثيرة اللي هو عن الكشافة وليش بعض القادة يعني ما لهم دور في أنهم أن المجتمع أو الناس يعني يشتركون مرة ثانية في الحركة الكشفية شكرا ما قلت لك أنا كثير من القادة على مستوى العالم فنبالك بالكويت أنا طالعي من حركة الكشفية حلو قبل الله نختم اللقاء أستاذ حسين نبي نذكر الناس وقت الجلسات نعم وقت الانعقاد متى رح يكون الافتتاح إن شاء الله والحضور كيف رح يكون والله طبعا الافتتاح رح يكون يوم الثلاثة اللي هو بعد بكرة من الساعة عشر لساعة ثنتين يوميا يوميا الثلاثة والأربعة والخميس وهاي مناسبة يمكن أنا حصريا أقولها لكم أن يوم الأربعة بعد صلاة الظهر قبل الندوة يعني قبل الدراسة الأخيرة رح نعمل ابتتاح مكتبة نموذجية داخل جمعية الكشافة هي مكتبة المرحوم محمد المغربي لأن هذا الرجل هو مؤسس الحركة الكشفية بدولة الكويت عام 1960 فدعوة للجميع اللي يحب يحظر يشوف لأن المكتبة هذه سوناها من الصفر تقريبا فيها تقريبا 60 أو 70% عن كتب عن الحركة الكشفية ويبناها من من كثير من الدول العربية من الكويت ومن خارج الكويت وفيها أيضا كتب أخرى يعني عن التاريخ والجغرافية وكل شيء وأيضا فيه كتب أجنبية أيضا عن الحركة الكشفية اللي هم البوي سكاوت نعم فعموما يعني أنا أدعو ومرة ثانية وثالثة ورابعة أشكر الدكاترة الصراحة دكتور بدر المالله ودكتور عز تركي ودكتور عبدالله طريجي هذا القائد المميز وعشان رئيس جمعية الكشافة الكويتية فعلا هذا الرجل استحق التقدير الصراحة وإخوانا أعظام الجسدارة أكيد كلكم تستحقون الثناء والتقدير والأمانة سنين طويلة عشناها معاكم وتربينا تحت ياديكم وطلعته نش صالح جميل جدا من هذه الحركة الكشفية عندنا في الكويت كل شكر لك ضيفنا الأستاذ القدير حسين المقصيد نائب رئيس جمعية الكشافة الكويتية على العنوى وعلى الجاي وعلى هذا الكلام الطيب أنا والله للشرف العظيم أن نكون معاكم اليوم بمزارة الإعلام على التقطية المميزة شكرا لكم عساكم على القوة فعلا مشاهدين ننتقل معاكم إلى فقرتنا الياية مع الأستاذ ذا أيسى رمضان واللي راح نتكلم أو يتكلم فيها عن بعض المواضيع اللي تخص الأرصاد الجوية كمواضيع وقصص حصلت في الماضي متابعة طيبة ونرد لكم إن شاء الله شكرا لكم